إذن الخبر العاجل المتعلق بلقاء ترامب وبايدن الآن في البيت الأبيض هذه أولى الصور التي وصلتنا للتو من داخل المكتب البيضاوي في البيت الأبيض نشاهد معكم الرئيسان الرئيس الحالي الرئيس جو بايدن الذي سيسلم السلطة إلى الرئيس المنتخب دونالد ترامب في السادس من يناير المقبل هذه هي الصورة الأولى عن هذا اللقاء المنتظر أعود وذكر أن هذا اللقاء لم يحدث في الانتخابات الماضية بسبب رفض ترامب للقاء جو بايدن هذه صور أولى من داخل المكتب البيضاوي نعود إلى هي تصفحان إذن رغم العداء السابق الشخصي بينهما وتبادل هما للانتقادات بشكل علني وكبير جدا نشاهد اللقطة إذن لقطة مصافحة الرئيس الحالي جو بايدن مع الرئيس المنتخب دونالد ترامب الذي يعود مرة أخرى إلى البيت الأبيض بعد انقطاع لفترة رئاسية لأربع سنوات نحاول أن نسمع لما قاله الرجلان ترجمة نانسي قنقر إذن كما نتابع معكم تتعالى أصوات الصحفيين بالأسئلة أسئلة كثيرة جدا أمام هذه اللقطات بعد العداوة التي أظهرها الرئيسان جو بايدن الرئيس الحالي والرئيس المنتخب دونالد ترامب خلال فترة الحملة الانتخابية ها هما الآن يتبادل المصافحة ويتبادل الكلمات هذه هي اللقطات الأولى لهذا اللقاء الذي يؤكد تحاول الإدارة الأمريكية الحالية من خلاله التأكيد على مبدأ التداول السلمي أو الانتقال السلمي للسلطة ما بين الرئيس الحالي والرئيس المنتخب هو ما قاله بايدن لترامب إذن نتطلع إلى انتقال سلمي للسلطة عدد كبير من الصحفيين إذن هذه الصور كما وصلتنا يبدو أن الآن يتم إخراج الصحفيين حيث ستبدأ أجندة هذا اللقاء ترجمة نانسي قنقر